وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللي وفرج البحسني إلى العاصمة عدن في أول حضون له منذ انضمامه ضمن قوامي المجلس الانتقالي وكان في استقبال اللواء البحسني رزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد لملسة وعدم من عضاء المجلس الانتقالي وأدل النائب البحسني فرع وصوله بتصريح عبر فيه عن سعادته بوصوله إلى العاصمة عدن التي عرف بمقاومتها للجماعات الإرهابية والمتطرفة وكسي شوكة الميليشيات الحوثية مؤكدا اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن لحاجتها الماسة إلى استعادة رونقها وجمالها ورفع شعار عدن الحب والسلام للتعزيز السلام والتعايش في المحافظة